موسيقى كتير من قلوبنا متعلقة ومتحركة ناحية ربنا سبحانه وتعالى ومتمني أنها تطلع من رمضان بأكبر قدر من الخيرات والبركات والعطات ولشك أنه الزمان الطيب بتاع شهر رمضان فيه زمان مخصوص كمان طيب كمان هو زمان ليلة القدر اللي كل الناس بتدور عليها وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا التمسوها في العشر الأواخر يعني دور عليها في العشر الأواخر من شهر رمضان طيب أنا سأفترض أننا ربنا سبحانه وتعالى أكرمني ورحت أدركت ليلة القدر أعمل فيها إيه الكلام ده هو نفس السؤال اللي سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول أدعب إيه إيه الأذكار اللي ممكن أقولها إيه الأدعية اللي ممكن أدعبها ربنا سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني الحقيقة أنا وقفت قدامي الدعاة ده وبتيت أسأل نفسي اشمعنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ادعي الدعاة ده المخصوص في ليلة القدر يعني زمن شريف مخصوص أنت بتطلب منه فيه أكبر أجره أكبر حاجة أنت متخيلة وعايزها من ربنا فتقوم تقول له يا رب إنك عفو تحب العفو فاعفو عني طبعا ربنا ليه أسام كتير اشمعنا عفو تحديدا لما بدأت أدور على معنى العفو معنى اسم ربنا العفو لقيت أنه معناه جميل جدا وهحاول أوصل للمعنى ده بس يعني طبعا ولله المثل الأعلى أرجو أن أحضراتكم تفهموا معايا مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى عفو يعني عفو نضرب مثل أنه واحد صاحبك من حبيبك صاحبك الطيب من أصحابك الطيبين سلفك فلوس ولكن طبعا هو سلفك فلوس وإذا تدينتم بدين فاكتبوه فكاتب عليك إيصال أمان وبقيت الزملاء وصحابكم شاهدين على هذا الكلام بعد مدة من الزمن حضرتك ما قدرتش يسدد الفلوس فقال لك خلاص يا صحبي علشان إحنا بينا صحبة وبينا عشرة أنا مسامحك عفو الله عنك مش عايز منك الفلوس طبعا أنت بالنسبة لك الموضوع ده كويس جدا وجميل وصحبك ده يعني صاحب عشرة كتر خيره نقول له جزاك الله خيرا بس تفتكروا أنت كده مبسوط ما أنا لسه في إصالات الأمانة موجودة يعني أي حد من أصحابك أي حد من قريبك أي حد من معرفه هو هيدور في ورقه يلاقي أنك أنت لسه مديون يعني أنت مسددتش الدين طيب لو جه عمل معك كمان معروف وقال لك طيب خلاص إيه رأيك أنا هقطع وصل الأمانة نقول له والله برضو جزاك الله خيرا كده أنت مالكش عندي ورق يبقى أنت برضو مش مديون لا لسه فيه الشهود الشهود برضو يشهدوا عليك الله يبقى أنت برضو لسه مديون هو ده بالضبط معنى العفو سبحانه وتعالى أنت عندك ذنوب فربنا سبحانه وتعالى بيغفرها ومش بس بيغفرها ده كمان بيمحوها بيمسحها من السجل بتاعك ومش بس كمان الملائكة اللي شهدت وشافت بينسيهم أن أنت عملت ذنوب هو ده العفو اللي احنا عايزينه يا رب إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه ينسى زنوبك يمسح زنوبك مفيش مش موجودة في السجل الملائكة مش تشهد عليك ربنا غفرها لك عشان كده هو ده الدعاء فعلا المناسب للزمان المناسب إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه بس خدوا بالكم العفو ده اللي انت بتدعور اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيؤمرك إنك تتخلق بأخلاق الله فزي ما هو بيعفو عنك وما أجمل أن نتخلق بأخلاق هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه